عتيق بن شيقر يقصف ولا يبالي مسلسلاتكم فارغة اليكم التفاصيل انتقد الإعلامي عتيق بن شيقر الأعمال الرمضانية المعروضة على القنوات المغربية ساعة الإفطار وذلك عبر أحداث تدوينة اللهو بحسابه على موقع التواصل الشمعي الفيسبوك ووصف بن شيقر الأعمال المغربية بالمائعة وغير الماتعة وذلك عبر تساؤل طويل جاء فيه السلام عليكم هل بقي فينا شيء من الصبر؟ هل ما زالت فينا قدرة أو جرعة صغيرة من التحمل؟ لا تتصوروا كم حجم الإيهانة والاستهتار الذي أحس به كلما وجدت أمامي طريقا مسدودا حين أريد النجاة بنفسي وبعقلي وبهويتي وبأهلي وعشيرتي ووطني من قنواتنا التلفزيونية الوطنية ساعة الإفطار أين المفر؟ إلى المشرق حيث منسوب الاحترام أعلى لكن ينقصها شيء من بلدي أم إلى الغرب حيث الإبهار ووفرة الاختيار لكن لا أجد وجداني هناك ولا أفراحي ولا أحزاني لم يبقى شيء أمامي أهرب فيه من قنوات وطني إلا الرياضة أو النت لكن لماذا يسرون على تحييدنا من ذواتنا ومن دون حياد ولا حياء؟ لماذا ينزعون عن نهويتنا الجامعة من شاشات مائعة غير ماتعة؟ أنسونا من بالهم أم استبعدونا من حسابتهم؟ وتابع بن شيقر إذن إلى من يتوجهون؟ وعما يتساءلون؟ وممن؟ وماذا يستفيدون؟ إن تعللوا بجمال الصورة فهي فعلا جميلة وإن تباهوا بالدقرات فهي بهية إذن ماذا ينقص مسلسلاتهم؟ وقد سبق لعاتق بن شيقر أن نشر تدوينة عبر حسابه الإنستغرامي يقصف من خلالها القناة الثانية في ذكرى تأسيسها حيث قال لست أدري كيف أنقل إحساسي كلما حلت ذكرى تأسيس القناة الثانية؟ هل ذلك يدفئ القلب ويبعث الإحساس القادم بالفرح والفخر إلى الحادر؟ أم أخضع لنظرة الواقع المجردة من العواطف ومن الحنين؟ لإحساس لا يخلو من غبن وحصرة وتيف الأسئلة المعلقة مثلا سؤال كيف تم الانتقال من أزمنة ريادة قارية وإقليمية؟ إلى زمن ردي مداه مسلسلة تركيا تنتهي القناة وحلقاتها لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر